فابتدى سامير غانم يبدأ في محطة جديدة وكانت دي لما قابل الفنان أو المخرج فهمي عبد الحميد وابتدى يقدمه فوزير فطوطة والنجوم وكانت دي نقلة كبيرة جدا في حياة الفنان سامير غانم لأن فطوطة وسمورة عملوا بصمة كبيرة جدا لحد وقتنا هذا في الفن المصري عموما ابتدى سامير غانم يتجه للمصرحيات وكان سيته زاعة جدا في الفترة دي وعمل أعمال فنية كبيرة جدا ممتنوعة من أفلام ومسلسلات ومصرحيات وكانت من ضمن أعماله كله تمام سامورة والبنت الأمورة لبتدى منين الحكاية ذكريات التلامزة المغامرون السلاسة المشاغبون الشقيقان آخر جنان منطع الفرح القاهرة والليل وكمان حب على شاطئ ميامي والأصدقاء التلاتة تلاتين يوم في السجن شنطة حمزة العيال الطيبين العش الهادئ أزواج طائشون وسقطت في بحر العسل وكان 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 وجنس ناعم والعديد من المصرحيات والمسلسلات والأفلام كمان من الحاجات المهمة جدا كان ارتبطه بالفنانة دلالة عبدالعزيز سامير غانم ارتبط قبل فنانة دلالة عبدالعزيز بزجتين لكن الاتنين ما كانوش موفقين في تمام أو إكمال الزيجة كانت الزوجة الأولينية فتاة سومالية أو سيدة سومالية وكان اتعرف عليها وكانت زيجة بينهم تم تقريبا أو قعدت تقريبا شهر ونص وتم الانفصال وبعدها كان في صهرة مع أحد الأصدقاء وفي نفس اليوم دوت تزوج زوجته إستانيا ولكن برضو الزواج ده ما استمرش كتير وتم اطلاق سريعا ده سامير غانم يقول أنه أنا مليش حظ في الجواز بشكل كده مش هجاب اشتركوا في القناة